موسيقى هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا من هجن أصحاب السمو والشوق على أرضية هذا الميدان نسير معكم في هذه الانطلاقات نسير في التحديات الصباحية الجميلة إلى المراكز الأولى المنطلقة بتحديات لهذا الصباح المميز نتابع صدارة هذا الشوق نتابع المقدمة والمركز الأول هو صدارة الشوق هنا في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة نتابع المقدمة والمركز الأول والمنطلقة الشامقة هنا على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ السعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة غانم بن مصر بن جوبع المنصور بينما المركز الثاني المركز الثاني تأتينا شمعا على المركز الثاني شمعا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيع المندفعة على ثاني المراكز المركز الثالث الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي من تأتينا على المركز الثالث المركز الرابع الانطلاق من الشاهينية هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبدالله بن ثعلب الهائري ومريفة انطلق من الجانب الآخر خامسا لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم بن محمد المسافري في تضميرها هذه الخمسة المراكز المنطلقة سادس مراكزنا تأتينا ندى لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري من يتابعها في الانطلاق والتحدي الجميل المركز السابع وصلت هنا بهذا الانطلاق مغرية مغرية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يتابعها مسري بن سالم بن عرطي الحميري من يتابع مغرية بهذا الانطلاق الجميل والتحدي الملحوظ والجميل هنا الوصول في هذه اللحظات على المركز الثامن المركز الثامن وانطلاقة وتحديات في هذه اللحظات هنا شقرة لسمو شيق مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر هنا ايضا في الانطلاق محمد بن سعيد بن حلو من يتابعها في هذه الانطلاق على المركز الثامن المركز التاسع المركز التاسع هنا الانطلاق في هذه اللحظات على المركز التاسع الشهيني يقنى العاصفة مع غياث الهلال أفراح في المركز العاشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب سعيد مكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة هذه هي النتيجة للمراكز الأولى للمراكز الأولى المنطلقة في هذه التحديات في هذه الإثارة مشاهدين ومتابعين الكرام نعود إلى صدارة هذا الشوط إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الشامخة المسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة الشامخة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة غانم بن مصر بالقوبة المنصور من يتابعها في هذا الانطلاق والتحدي الجميل أرى هناك شهينية هيقنى العاصفة تتسلل من الجانب الآخر بقيادة غياث الهلال تتسلل في هذه اللحظات إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول الوصول من ندى ندى المتسللة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري يتابعها في هذا الانطلاق والتحدي المركز الثالث الشامي قال اسمو الشيخ صعيد بن مكتوم بن راهل بن سعيد المكتوم مع غانم بن مصر بالقوبع وهنا القادم أمريفة أمريفة على المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزين بن محمد المسافري في تضميرها مغرية مغرية قادمة أيضا لسمو الشيخ راهل بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع مصري بن سالم بن عرضي الحميري وشقرة وصلت شقرة تتسلل من الجانب الآخر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة من السادس إلى المركز الرابع هذه اللحظات السابعي مراقزنا هناك شمعة لسمو الشيق حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم مع بيد بن محمد بالضبيع في التضمير تاتينا سابعا المركز الثامن الانطلاق هنا على المركز الثامن من الشاهينية لسمو الشيق حمدان بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة عبدالله بن ثعلب الهيري والوصول من الشاهينية منهجنا العاصفة بقيادة غياث الهلالي وعاشرا تنطلق أفراح لسمو الشيق مكتوم بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة هنا طارش بن مبارك بالغوبع من يتابعها بوطي في هذا الانطلاق هذه هي العشر المراكز نعود مع زاوية الاتجاه إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول أرى شقرة من تسللت شقرة شقرة يبغي النقطة الرابعة بن حلوة هنا مع الكيلومتر الأخير هذا الانطلاق شقرة من تسللت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول شقرة لسمو الشيق مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة محمد بن سعد بن حلوة لإقتبي من يتابعها هذا الانطلاق تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول المركز الثاني المركز الثاني الشعينية هقنا العاصفة مع غياثة الهلالي ومن الجانب الآخر شمعة شمعة لسمو الشق حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع بياد بن محمد في الضبيع في التضمير بهذا الانطلوق الله والتحدي الجميل ولكن الصدارة الصدارة مع شقرة على صدارة هذا الشوط على المقدمة على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور شقرة شقرة بهذا الانطلاق لسمو الشيق مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة محمد بن سعد بن حلوة من يتابعها على الصدارة على المقدمة الشعينية في المركز الثاني هقنا العاصفة مع غياثة الهلالي القادمة بهذا الانطلاق والتحدي ولكن شقرة هي الأقرب للفوز الأقرب للناموس حتى هذه اللحظات في هذه الانطلاق تهانين المرة الرابعة لسمو الشيق مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم تهانين المحمد بن سعد بن حلوة الاقتباء على هذا الفوز المركز الثاني شقرة لسمو الشيق مكتوم أو المركز الثاني وصلت هنا الشعينية يقن العاصفة المركز الثالث شمعة لسمو الشيق حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم من مركز الرابع ندى لسمو الشيق مكتوم من حمدان بن راشد بن سعد المكتوم المركز الخامس الشامخة لسمو الشيق مكتوم سعد بن مكتوم بن راشد بن سعد المكتوم من حلاته خامسا نعود الى التوقيت الزمني الى التوقيت الزمني وتوقيت شقرة ثمان دقائق ستة من الاجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت اقدام شقرة هانينا نسمه وشيق مكتوم بن حمدان بن راجد بن سعيد المكتوم شكرا محمد بن سعيد بن حلوة شهينية سجلت ثمان دقائق ثانيتين ثلاثة من الاجزاء من الثانية هنا منهجنا العاصفة بقيادة غياث الهلال بينما المركزي ثالث ووصلت شمعة بالمركز الثالث بثمانة دقائق أربع ثواني ثمانية من الأقزاء من الثانية تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد مكتوم تهانينا لعبيد بن محمد بضبيعة اشتركوا في القناة